اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رضي الله عنه اشار الى ان الكون كله اي الكون كله ذلمة وانما اناره ظهور الحق فيه معناه ان الكون كلك عدم وانما ابرزه واظهره هو ظهور نور الحق اي وجود الحق فيه بعد ذات انتقل الى مرحلة اخرى من مراحل المشاهدة وهي رؤية الخلق بالحق عند رؤية الخلق او رؤية انوار الحق عند رؤية حواس او محسوسات الخلق مفهوم الكلام هذا طبعا هذه النقطة تحتاج الى تنبيه الله تبارك وتعالى ذكر كما قلنا في الدرس السابق انه الاول الاخر الظاهر الباطن قال وهو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم قال كده ولا لا هنا نبدأ نفهم من هذه الآية حيطة الحق تبارك وتعالى وشموهيت لجميع الاشياء فهو الاول بلا بداية والاخر بلا نهاية والظاهر بلا خفاء والباطن بلا بداء هذا هو الحق تبارك وتعالى من جميع الاوجه ومن جميع الاتجاهات لا يمكن ان توطيه الا السبق في كل شيء ولكن هناك نقطة يعني تحير فيها او اختلفت فيها اراء العلماء بالنسبة للمكان او بالنسبة للمكانية بالنسبة لحق تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى اجمع المسلمون من اهل السنة من علماء الكلام اي علماء التوحيد وعلماء الحديث وعلماء الصوفية اجمعوا على ان الله تبارك وتعالى لا يحويه مكان معروس الكلام هذا لا يحويه مكان ولا يمر عليه زمان لانه قبل الزمان وقبل المكان ولان الزمان والمكان من خلقه فاذا استطعت ان تتصور موجودا لا في مكان موجود لا يدخل في حيطة الزمان مجرد من جميع النسب والاضافات استطعت ان تهتدي الى معرفة الحق تبارك وتعالى واذا كنت ممن يعتقد ان الله في مكان بان قيدته مثلا بكون على الارش اي جالس عليه فعلا هو قال الرحمن على العرش استوى معناه ان الله تبارك وتعالى استوى على العرش استواء يليق بذاته لا نستطيع ان نكيف ولا نستطيع ان نفسر ولكن ما سمعناه يقول انه استوى على العرش فنؤمن بهذا لان قاعدة الصوفية هي الايمان بجميع ما ورد في كتاب الله او في سنة رسول الله من الايات او الاحاديث ايمانا بها ايمان مطلق مجرد دون تبتيش دون تأويل دون تحريف دون تبديل او تعطيل هذه عقيدة السادة الصوفية عندما وافق السادة الصوفية امام الاشعر في عقيدة اعتفض لنفسهم بالحق في انهم اذا اصطلموا باي شيء خالف ما ورد في كتاب الله او في سنة رسول الله انهم في حل من تقليده في هذا وانهم في حل من متابعته في مثل هذا اذا كان السادة الصوفية نفوا ان يكون الله تبارك وتعالى حالا في العرش اذا بينفوا ان يكون حالا في اي شيء اخر فاذا انت لم توافق على ان يكون العرش مكانا للحق اذا لا يكون الخلق مكانا للحق ولا يكون شيء اخر مكانا للحق هذه نقطة يجب ان تتنبه لها اذا المعية اللي يشار اليه تارة بالظرفية فيه او تارة بالظرفية المكانية عنده او بالمصاحبة معه اللي بتجي مختنة بالله في بعض النصوص هذه الظرفية او هذا الوصف يكون شكل ايه في عقيدة الصوفية في عقيدة الصوفية شكل وقاعدة هو ليس كمثله شيء فكما انك تصفه بالقدرة والارادة والعلم والحياة وتصفه مثلا بالقوة بالبقاء بالدوام بكذا بكذا وانك تدرك بان ما وصفته به من قدرة وارادة وعلم وحياة وعلم وكذا وكذا ليس مثل مال البشر وتصف بقولك ليس كمثل شيء وهو السميع البصير كذلك يجب عليك ان تصف الحق تبارك وتعالى بمعيتا وفييتا وعنديتا كل كبس الفيدي والعندي يدي كلها وما شابها ليس كمثله شيء لانه من نوع ما ينسب الى الحق تبارك وتعالى لا من نوع ما ينسب الى البشر بعض الناس اذا قالوا الحلولية هذا المذهب طوالي بنسبوه الى الصوفية على اساس ان الصوفية بيعتقدوا ان الله في كل شيء اي الله موجود في كل شيء فاذا كانت الاشياء غير واحدة متعددة وكان في كل شيء منها الله موجود ابقى الله متعدد هذا رأيهم مفهوم الكلام هذا هذا المذهب باطل والصوفية لا علاقة لهم به الصوفية عندما يقولوا الله تبارك وتعالى موجود في كل شيء اي الله تبارك وتعالى هو الموجود الثابت الذي نشهده ونحن في كل شيء او نحن في اي ظرف من الظروف هذه نقطة معناه نحن نثبت الله وننفي ما سواء نثبت ان الله موجود وفهم الكلام هذا اما ما عداه فهو عدم محق كذلك مذهب الاتحادية مذهب الاتحادية هي صيرورة شيئين شيء واحد اي الله والاشياء يتخذه شيء واحد وهذا طبعا مستحيل طب ايه الموجود مذهب الصوفية كما اشرنا لكم عدة مرات انه وجود الحق مع نفي الخلق وجود الحق مع نفي الخلق اي الله موجود وما سواه معدوم اذا اقمنا على هذا الدليل الذوتي فالامر جلد لان في عالم الازواء الناس ما بيختلفوا لان في عالم الازواء لا يوجد نزاع ولا يوجد شقاق واذا اقمنا عليه الدليل الماتي او الدليل الحسي فلا شك انه طيب ما تجو من جانب اذا اقمنا عليه الدليل الماتي اي الدليل الظاهر فالدليل الظاهر هنا يدل على ان الموجود هو الذي يصدر منه الفعل وكل الاشياء لا يمكن ان يصدر منها فعل اذا الفاء الذي يصدر منه الفعل هو الموجود من هو الذي يصدر منه الفعل الله الله هو الفاعل لكل شيء هل في فاعل مع الله لان الفاعل هو الخالق هل من خالق غير الله ما فيش خالق غير الله اذا كان كده الدليل المادي يؤدينا الى الاعتقاد بان هذه الاشياء التي تحجبنا عن الله تبارك وتعالى هي في حقيقتها غير موجودة وتمسكنا بها إنما هو تمسك بالوحم وبالخيال هذه هي قاعدة عقيدة الصوفية عقيدة الصوفية ليس فيها اتحاد وليس فيها حلول ليس فيها اتحاد بين شيئين مختلفين وليس فيها حلول أي حلول شيء في شيء آخر حلول المظروف في الظرف هذا غير وارد بالنسبة لي عقيدة السادة الصوفية فالصوفية الذين ينفون تقييد الحق تبارك وتعالى بالعرش تقيد الحق بالعرش لا يقولون بتقييده او وجوده في كل مكان آخر لكنهم يقول لك أنه معك كان الله ولا شيء معه وهو الآن ايه وهو الآن على ما عليه كان واضح الكلام ده معناه خلاص انسى حاجة اسمها خلق انسى حاجة اسمها ناس انسى حاجة اسمها كون عشان كده الشيخ بعد الاشارة دي رجع بقول الكون كلك الظلم وانما انارى وجود الحق فيه اي انما ابرز علاقة بالحق تبارك وتعالى علاقة الموجود بالمعدوم باقتصار علاقة الحادث بالقديم زي ما لو حبيت زي ما هم بيقولوا طيب انتقل الى مسألة اخرى فقال فمن رأى الكون كل نادم رأى زرة مكونة زرة مخلوقة زرة وجدت فمن رأى الكون ولم يشهده لكنه لم يشهد شوف لم يشهد الحق لم يحضر هذا الانسان لم يحضر الحق لم يشهده لم يحضره اموني انا يشهد هنا ما مراد الرؤية يشهد هنا خرجت مخرج فمن شهد منكم الشهرة فليصرهم ليس المراد فمن رأى منكم الشهرة فمن حضر منكم رؤية الهلال وفهم الكلام هذا فمن رأى الكون شوف فرق بين رؤيتك للكون ومشاهدتك للحب قال لك فمن رأى الكون ولم يشهد ما قال ولم يرى الكون ولم يرى الحق فيه أظنكم يفهمني كلام سليم فمن رأى الكون كالنادم شاف الكون ولم يشهده فيه ولكنه حال وجود مع الكون انقطع مع الكون ولم يرى الحق تبارك وتعالى في الظرف اللي هو فيه أي لم يشهد الحق لم يحضر مع الحق تبارك وتعالى في الظرف اللي هو فيه أو عنده أي عند الكون أو قبله أو قبل الكون أو بعده أو بعد الكون النادم شاف الكون ولكنه لم يحضر مع الله تبارك وتعالى حال كونه في الكون دا أو كونه عند الكون دا أو كونه قبل الكون دا أو كونه بعد الكون دا أي هذه الكيفيات كلها أنه فقط رأى الكون ووقف مع الكون رأى الكون لكنه لم يشهد أن دائر أن أبهك لنقطة يجب أن تنتبه لها لأنها في فرق بين ما رأيت شأن الله ورأيت الله قبله هذا خرج مخرج الغالب لأن المشاهدة أو الشهود يطلق على الرؤية في أغلب الأحيان لكن المراد هنا المشاهدة كان نادم شاف الكون ولم يشهد الله تبارك وتعالى في وقوف مع الكون أو في رؤية الكون أو عند رؤيته الكون أو قبل رؤيته الكون أو بعد رؤيته الكون بجيب معكم واضح أوضح من الأول فقد أعوزه وجود الأنوار النادم دا الدهر من الشوف من الملاحظة دا شدة الأنوار أو وجود الأنوار الإلهية هي لمنعته فأصبح كأنه من أهل الفترة كأنه من أهل الفترة لم يحضر ولم يسمع ولم يرى ولم يعرف شيء فقد أعوزه وجود الأنوار لأن النور كان بيجي كتير بيمنعت من الشوف كان دا ما فيه هو بطارية أو أي شيء فوق إيهنا كراين تبدأت تشوفه ما بتبدأت تشوفه الشيخ ما بيقول أنك عندما ترى الكون وما ترى الحق تبارك وتعالى معادة سبب جهلك أو انتماس بصيرتك لأن انت مؤمن وعارف كل شيء هذا يتكلم عن مرتبة عليا مش المرتبة الدنيا مرتبة عليا فما دام كده ابقى لمنعت من مشاهدة الحق هناك هو وجود الأنوار وحجبت عنه حجبت عنه شموس المعارف بصحب الآثار أي صحب الآثار اللي هي الأقوان التي تحول بينك وبين مشاهدة الحق تبارك وتعالى وأنوار ظهور الحق تبارك وتعالى هي اللي حجبتك وهي اللي منعتك من مشاهدة الحق تبارك وتعالى عند رؤيتك للكون أو في رؤيتك للكون أو قبل رؤيتك للكون أو بعد رؤيتك للكون وطبعا قديما قال البصيري ومن شدة الظهور الخفاو أيها بسم الله وأهل مقام البقاء يشهدون الحق بمجرد وقوع بصرهم على الكون أهل مقام البقاء أهل مقام البقاء هم العارفون الذين كانوا سالكين فجذبوا ثم بعد ذلك سلكوا بعد الجذب هادون يشهدون الحق يحضرون الحق بمجرد وقوع بصرهم على الكون بمجرد وقوع بصرهم على الكون بيشهدون الحق تبارك وتعالى وأنا بس أدوري منه ده ما كتب فرد لي بين الرؤية والشهود بس حاجة اللي بدوري منه حاجة بسيطة جدا الرؤية غير الشهود مفضل كلام هذا لأن الرؤية تحتاج إلى اتصال شعاع بين الرائي والمرئي وتحتاج إلى كيفية في المسافة أن لا يكون بعيد جدا ولا قريب جدا وهذا كله من لوازم المكان لأنه يثبت أن الرائي والمرئي كلهم في مكان وهذا مستحيل إذن الموجود هنا هو الشهود والشهود لا مكان له ولا جهة له ولا ارتباط له بين جرمين أو بين شهيد معروس الكلام هذا أيوة وهم يثبتون الأثر بالله ولا يثبتون بسواه وهم يشهدون الله تبارك وتعالى ولا يثبتون شيئا إلا بعد مشاهدتهم للحق تبارك وتعالى عشان دا بيثبت الأثر بالله ولا يشهدون بسواه الناس باسمين قسم منهم بيقولوا خلق مثل دول لابد لهم من خالق خلق مثل دول ما ممكن إنشأوا بدون خالق بيستدلوا بالخلق على إيه على الخالق يبقى دول لو الخط جير موجودين ما هيقدروا التهيئة تدول للخالق في ناس كمان بيثبتوا المخلوقات بعد مشاهدتهم للخالق فبقولوا ملك عظيم قادر مريد كذا كذا قادر مريد عالم حي سميع بصير فعال لما يريد هذه الأسماء يلزم منها أن تظهر آثار بتؤدي هذا المعنى الموجود فيها إبقى الله هو الأصل ومعرفته للأشياء فرع عشان كده يثبتون الأثر بالله ولا يثبتون الله بالآثار أي يثبتون الخالق بالخالق ما دام الله خالق إذن فيه مخلوق ما دام قادر إبقى فيه مقدور ما دام مريد إذن فيه مراد إلى آخر ذلك لكن غيرهم كمان بقولوا ما دام هذا مخلوق لأنهم شافوا الحل قبل الله ما شافوا الحل قبل ما يشاهد ربهم عشان كده بقولوا ما دام فيه خلق فيه سماء فيه أرض فيه حيوان فيه إنسان فيه كذا فيه كذا فأمور كلها مرتبة بالشكل لازم يكون فيه مرتب لها والمرتب ده كم من نعرف كلها موجود والعارفين ما دايرين الحكاية دايرين يثبت الأشياء هذه بالحق تبارك وتعالى فهم يثبتون الأثر بالله ولا يشهدون بسواء ولا يحكمون يعني بسواء إلا أنهم لكمالهم يثبتون الواسطة والموصوط فهم يشهدون الحق بمدرد شهود الواسطة إلا أنهم لكمالهم يثبتون الواسطة والموصوط الواسطة التي هي الحق والموصوط لهو الحق فهم يشهدون الحق بمدرد شهود الواسطة يشهدون الحق تبارك وتعالى بمجرد شهود خلق أو عندها أو عند شهود خلق بلا تقديم ولا تأخير ولا ظرفية ولا مظروف زي ما قلنا أي أن حضورهم مع الحق تبارك وتعالى دائما مرتبط بملاحظتهم لكل شيء هنا في مناجأة من المناجأة قلنا وكل زرة طريق موصل يعني كل زرة من زرات الوجود طريق إلى الله تبارك وتعالى موصل إليه شاهد عليه فما من شيء أين التشفى إلا هو الطريق موصل إلى الله تبارك وتعالى أي كأن الشيء لوجد أساسا عشان تصل به إلى الله مش عشان مثلا تجيب معاه مفهوم الكلام هذا وَلْعَرَفْتُ الْإِلَاهَ دَمْ أَرَى غَيْرًا وَكَذَا الْغَيْرُ عِنْدَا مَمْنُوعُ هذا العارف بقول من يوم ربنا تبارك وتعالى تجلى عليه بمعرفة العيان أي معرفة الشهود والعيان لم يرى غير الحق تبارك وتعالى موجودا ولا غير الحق تبارك وتعالى مشهودا فعمل الحكاية في بيت شعر مذ عرفت الإله مذ عرفت الإله المعرفة الحقيقية لم أرى غيرا لم أرى شيئا وكذا الغير وكذا رؤية الغير عندنا ممنوع عندنا ممنوع في فرق بين أنك تقول الموجود قدامي هو كذا وبين أن تقول ما في حاجة موجودة قدامي غير كذا وقال الشيخ مولا عبد السلام بن مشيش عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه هو إمام من أئمة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعارف من العارفين وهو شيخ الإمام الشازلي الذي تربى على يديه هذا الإمام خاطب تلميزة أبو الحسن الشازلي رضي الله عنه بيقولت لي يا أبو الحسن بسم الله يا أبو الحسن حدد بصر الإيمان تجد الله في كل شيء يا أبو الحسن طرك طرك بصر طرك شوف أو إيه الإيمانة في ذنبه تجد الله تلقى الله تبارك وتعالى وإنك في كل شيء تجد الله تبارك وتعالى في كل شيء يعني تجد الله عندما تكون في كل شيء وعند كل شيء وطلقائن كل شيء ومع كل شيء ولابنه وجاب الكل شيء وبعد كل شيء وفوق الشيء وتحت كل شيء وتحت كل شيء وقريبا من كل شيء ومحيطا بكل شيء ومحيط هاي بكل شيء بقرب هو بصفه لكنه قريب من الأشياء كلها بالقرب الزكرة لقدار بقرب هو صفته وبحيطة هي نعته وبإحاطة برضو هي نعته أي صفته وعدي عن الظرفية وعدي عدي جاوز يبني أبا الحسن عدي عن الظرفية الظرفية لما أنا قلت تشيف الله في كل شيء يبني جاوز الظرفية اللي قلتها ليه ما تقول يعني الله هذي في كل شيء لا بقول لك إنك ترى الله تبارك وتعالى حال كونك في كل شيء زي ما ربنا بقول لك وما تكون في شيء ما درز إنك داخل في لبة شيء وما تكون في شيء وما تكلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفضون فيه أي في ذلك الشيء وفهم الكلام هذا عدي عن الظرفية جاوز الظرفية هذه ما تحكم بيها والحدود والحدود اللي قلتها ليه قدام ورا فوق قلتها ليه ديل وعند وكذا وكذا ديل وتحت والآخرة ما تحكم على الله بأنه موجود في مكان عنده قدام وعنده وراه عنده كذا وعنده كذا لا أنا بقول ليه هذه الحدود والنسبة والإضافات الأشار ليه ديلد كلها مكلا ونظرتا تلاقي الله فيها أو قبلها وبعد أنه محيط لها تعد لها فوق لها انت هادي معاهن مي هو هادي معاهن انت معاهن هذا مثل قلت وهو معكم وأينما كنتم مع العلم بأن الله تبارك وتعالى كان ولا مكان علم هذا الكلام ده؟ إذا نلدى نفسنا متحيرين طيب نمسكها من وين؟ نمسكها من مفتاح أو سلم حاجة بسيطة نرقى له بسلم هو الأول والآخر والظاهر والباطل ونمسكها كان بمفتاح ليس كمثل الشيء مسألة بسيطة مفهوم الكلام هذا عندما تريد أن تحكم على شيء وتصف شيء ضروري أنك شفت الشيء لكن الله تبارك وتعالى انت بتشيف في أسماء وصفاته وبتشيف في أفعاله الناس كيفية عادتهم تقولوا فلانا أنا بشيف فيه أبو طيب انت بتشيف أبو فلبة ولا ولا دوة جاس في كلام العربي عندما معنا آخر كده ولا لا؟ بسم الله وعن الأماكن والجهات كذلك عدي عن الأماكن وعدي عن الجهات وعن الصعبة والقرب بالمسافات كذلك قلت ليك معه كذا وقربا دا كلك عده وجاوزه القرب إذا كان اعتبرت الصعبة بالمسافة أي قرب المكان من المكان وكذلك إذا كان القرب العادي عبرت بالمسافة فما بتلقاه جاوز القرب والصعبة اللي بالمسافات دي أي المحسوسة وعن الدور بالمخلوقات وعندما يقول لي المحيط بكل شيء كذلك ما تفكر مثل الحاتم محيط ليه مثلا بإصبع فكون محيط بالكائدات تمثله مثل الجدار حيث بها بعد من دا المسألة أكبر من دا المسألة أبعد من ظنك وامحق الكل بوصفه اور yeج دا ابتشيغ 사ish وإذا اشتبع لك الأمر امحق البلتاليف دا كلك بوصفة إذا كنت دا ابتشيفه من البداية فهو قبل البداية إذا كنت دا ابتشيفه من نهاية النهاية فهو بعد النهاية وإذا كنت دا ابتشيفه بالظهور فهو فوق الظهور وإذا كان دا ابتشيفه بالبطون فهو تحت البطون أي وراء البطون وهي شيء ذأي عندما يحيط بالمسألة له لست فستهى ب hope تصل بها الى الله ديل دا ما النايجات تصل الى الله متاه لما تبقى مافر عندما تبقى مافر تبقى نفسك معه لكن عندما تكون موجود فالإثنينية دي إنيتك وإنيتك الاثنين موجودات موجودات عينيتك وعينيتك كلها موجودات فما تستطيع تصل إليها وهو وهو هو ايوه هو هو يعني هو بس ماروس الكلام هذا كان الله ولا شيء معه والان على ما كان كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان هادا هو كلام العلماء لكن بتجي في كتبنا نص فيه أحيانا وهو الآن على ما عليه كان هذا كمان لما يجي في مسألة المنطق بيد معنا أخر وهو على ما عليه كان لأن اثبتنا في شيء أصبتنا حالة معه كائن عليها وهذا كل الحالة دي هو كائن عليه لكن نحن دارين نسبته ما نسبت أي حالة تانية عشان دا وهو الآن على إيه وهو الآن على ما كان مفهوم الكلام هذا هذا هو السبب اللي خل الشيخ يطلع منه وهو الآن على ما عليه كان ما عليه دي كان جادة متدد أن هم مختلفين في هل العلم معرفة المعلوم على ما هو به أو على ما هو عليه هذا خلاف العلم في الأصول على ما هو به أقرب للصبب من على ما هو عليه لأن على ما هو عليه بالنسبة لأننا البشر جائزة لكن بالنسبة للحق تبارك وتعالى ما ممكن المعلوم أن يكون على حال قبل علم الله بها لأن الله يعلمه أزلا وأبدا إذن على ما هو به وهو الكلام هذا ما قال بعض ما رأيت شيئا إلا رأيت الله فيه ها قصد هنا هو قصد هنا يعني قصد من الكلام دا هو شاهدته الرؤية التانية ديته أول بالمشاهدة ما رأيت الله ما رأيت شيئا إلا وشهدت الله فيه ولم أره حديثا ما أرصي؟ لكنه مي حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو من قول بعض العارفين فأهل السير أو أهل المثير بسم الله فأهل السير من المريدين يشهدون الكون السائرين من المريدين أول كده بيشهد الكون ثم يشهدون المكون عندهم بعد كده ينتقلوا من مرحلة شهود الكون عندما يفنى من لم يكون ويبقى من لم يزن ينتقلون إلى المكون وبأثره فيمتحق الكون من نظرهم وبأثره وبإثره بإثر رؤيتهم للكون وبإثر رؤيتهم للمكون أي شهودهم للمكون فيمتحق الكون من نظرهم بمجرد نظرهم إليه بمجرد التفات بصيرة القلب إلى الحق تبارك وتعالى يمتحق الكون ويتلاشى ويتدكدك وينعدم ويصير محضى عدمي وهذا وهذا حال المستشرفين ودي هي حالة المستشرفين الناس اللي يقاربوا للسماء كمر وأهل مقام الفناء يشهدون الحق قبل شهود الحق قبل شهود الخلقي أو قبل شهود الحق بالضبط بمعنى أنهم لا يرون